موسيقى اهلا بكم في اخبار الوحدة من يمن شباب والبداية بابرز العنوين مصرع العشرات من ميليشة الحوثي بمواجهات مع القوات الحكومية في مأرب موسيقى الاوقاف تعلن اعادة الحجاج اليمنيين العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة موسيقى وشهداء وجرحى جراء غارات مكثفة للاحتلال شمال غزة وجنوبها ووسطها موسيقى اهلا مجددا نستهل نشرة الواحدة من الشأن العسكري المحلي حيث اعلنت القوات الحكومية مصرع العشرات من عناصر ميليشة الحوثية الارهابية في هجوم فاشل شنته بمدرية العبدية جنوبية محافظة مارب في ظل تصعيد الاخيرة في جبهات متفرقة وقال المركز الاعلامي لالوية العمالقة ان اشتباكات عنيفة دلعت اثر محاولة الميليشة الهجوم على جبل عراش في منطقة الجفرة واستخدمت في الهجوم قدائف المدفعية والطيران المسير والاسلحة المتوسطة واكد المركز ان العمالقة اجبرت ميليشة الحوثية على التراجع بعد ان سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وباءت محاولتها بالفشل في تعز اعلنت قوات الجيش احباط محاولة تسلل ميليشة الحوثية الارهابية عقب معارك عنيفة شمالية المدينة ضمن موجة تصعيد جديدة وقال المركز الاعلامي لمحور تعز انه جرى ابشار محاولة تسلل للميليشة بجبهة الاربعين بعد الاشتباك معها بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وفي الايام الماضية كثفت ميليشة الحوثي من محاولاتها الهجومية في جبهة الاربعين والدمينة والشقب ومقبنة ووادي الصالة والتشريفات وكانت اعنفها بجبهة عصيفرة حيث تصدت قوات الجيش لهجومها وقتلت عددا من عناصرها بينهم اثنان من القيادة الحوثية في ملف ضحايا الالغام افد مصر الحقوقي باصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات ميليشة الحوثية الارهابية في جنوب غربية محافظة الجوف وقال المصر ان المواطن علي فرج النوفي اصيب بجروح بالغة وابترت بعض اطرافه جراء انفجار لغم حوثي في منطقة الحذا جنوب غربي مدرية المصلوب يأتي ذلك بعد يوم من اصابة الطفل ابراهيم احمد حدادي بجروح خطيرة منها بتر احدى قدمي وشضايا متفرقة في جسده بانفجار لغم ارضي من مخلفات الحوثيين في مدرية حارض بمحافظة حجة توعدت ميليشة الحوثية الارهابية بحملة اختطافات جديدة في صنعاء ووسعت دائرة المتهمين بالتجسس لصالح واشنطن لتشمل المراسلين الصحفيين والطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في امريكا او في مراكز تعلم او تعليم اللغة الانجليزية التابعة للسفارة في اليمن وذكرت وكالة وسائل اعلام حوثية ان رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين الارهابي محمد او مهد المشاط وجه جهاز الامن والمخابرات بمنح مهلة لمدة 30 يوما لمن يبادر بالتعاون ممن زعم انه كان لهم ارتباط او تعاون مع شبكة التجسس الامريكية الاسرائيلية واسقاط كافة التبعات القانونية عنهم وزعمت ميليشيا الحوثي ان موظفي السفارة الامريكية متهمون بتكوين شبكات لمصادر المعلومات من خلال ترتيب لقاءات بين دبلوماسيين ومراسلين لوسائل اعلام دولية وعربية كما زعمت ان السفارة الامريكية نشرت الفساد الاخلاقي عبر معاهد اللغة الانجليزية في سياق متصل ادانت شبكة حقوقية استمرار ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في حملة الاعتقالات التي تطال فئات الشعب اليمني الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اعربت في بيان لها عن استنكارها استمرار ميليشيا الحوثي في حملات الاعتقالات التعصفية والاختطافات بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون واكدت ان المختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم واشرت الى تعرض كثير من المختطفين للضرب والتعذيب والاهانة اثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث الى حراسات السجون الحوثية او يطالب باي احتجاج وقد تم تعذيب بعضا منهم حتى الموت تقول العديد من المصادر ان حملة الاختطافات التي نفذتها ميليشيا الحوثية الانقلابية ضد موظفي المنظمات كانت اهدافها اقتصادية تسعى من ورائها الميليشيا لفرض سيطرتها على البنك المركزي في عدن بعد ان اذاقها الويل بقراراتها الاخيرة كل من قشع الضباب في افق الشرعية اليمنية واتضحت الرؤية وباشرت الحكومة اجراءات قوية ضد الميليشيا الارهابية منعت من اتخاذها سابقا بقوة نفوذ بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية حماية لحوثة ايران هرولت اطراف اخرى بعثرت اوراق الشرعية اليمنية من جديد ها هي جولة جديدة من المفاوضات بين الشرعية والارهاب في العاصمة العمانية مسقط كسابقاتها بلا اي ضمانات للشرعية مفاوضات مصممة لمصلحة حوثة ايران وتعطيل الورقة الاقتصادية القوية التي اشهرها البنك المركزي الشرعي بافراغها من محتواها وجرها الى كواليس مظلمة حيث يجيد الايرانيون واذنابهم وبمساعدة سلطنة عمان اللعب تحت الطاولة والسطوع على مكاسب كبيرة في كل مفاوضات دون التقيدي باي التزام يذكر بالمقابل صممت مشاورات مسقط لانقاذ الحوثي من اكبر مأزق واجهته الميليشيا طوال سنوات الحرب المستمرة بعد اتخاذ البنك المركزي الشرعي جملة قرارات واجراءات كان من شأنها تحويل الحرب الاقتصادية الحوثية على اليمن وشعبها الى انتكاسة للحوثي وعصابته ومن يقفون وراءه ملف انساني للتمويه كواجهة فقط عنوانه مفاوضات حول تبادل الاسرى والمختطفين بعد ارغام الشرعية على التنازل والتراجع عن موقفها حيال قضية السياسي المختطف لدى الميليشيا محمد قحطان فيما الملف الاقتصادي هو الرئيس لمشاورات مسقط ولهدف جليا وهو اسعاف الميليشيا الحوثية من اقوى اجراءات للبنك المركزي الشرعي وتضبيط تلك الاجراءات تحت ذرائع مختلفة سرعان ما يعود الحوثي وعصابته ومن ورائه ايران بالمكاسب واستعادة القدرة على العبث بالاقتصاد ومواصلة المضاربة بالعملة وتعميق الانقسام النقدية هي اذا عملية اعادة تموضع اقتصادية لانعاش العصابة الحوثية برعاية لدور سعودي قامع للشرعية وذلك لاتاحة المجال للعصابة الحوثية لاستعادة هيمنتهم على الاقتصاد اليمني والسئناف مخططهم السابق واستعادة القدرة على الفعل العبثي وهي القدرة التي سقطت منذ القرار الاول للبنك المركزي الشرعي على هذا المسار تكون مفاوضات مسقط تكتيك ايراني بالاساس قد تفضي الى اطلاق اسراء حوثيين مقابل مدنيين مختطفين لكن هدفها الاخطر هو اختطاف البنك المركزي الشرعي مجددا بعد ان استقام اداؤه على الطريق طريق اسقاط الانقلاب الحوثي ذراع الاحتلال الايرانية وبعد ان سنحت ظروف اقليمية ودولية ودفعت واشنطن ولندن الى رفع قليل من الغطاء الحامي للحوثي وعصابته عبر رفع القيود مؤقتا على الشرعية لاتخاذ قرارات نقدية توجب اقرارها منذ وقت مبكر حين فرضت الميليش الانفصال رسميا بترسيم قسام نقدي خطير جعل للورقة النقدية ذاتها قيمتين متفاوتتين باعتبار ان شمال اليمن صار اقليما ايرانيا تحت قيادة موحدة لما يسمى محور المقاومة افدى مصر محلي في محافظة ايب بتحويل ميليش الحوثي ملعب السارة لكرة القدم في عزلة السارة بمدرية العدين الى ساحة للحشد وترديد شعارات طائفية للميليشة بعد السطو عليه وقال المصر ان عددا من قيادات الميليشة في المدرية حشدوا الجمعة الماضي عشرات المصلين لاداء صلاة الجمعة في ساحة الملعب وترديد شعاراتهم الى جانب تغيير اسم الملعب من ملعب السار الرياضي الى ساحة الرسول الاعظم واشر الى قيام ما يسمى بمشرف المدرية بتسليم كشوفات تضم ثلاث بئة وسبعين مدرسا بالاضافة الى امنا وعدول من العزلة وعزلتين مجورتين لالزامهم بالحضور واداء صلاة الجمعة يشار الى ان ملعب السار الرياضي تم افتتاحه هذا العام بتمويل من المغتربين في السعودية وقد اقيمت فيه بطولة الفقيد الحذيفية في ملف الحجاج العالقين اعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اعادة جميع الحجاج العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة وتوفير خدمات الاعاشة طوال فترة اقامتهم والعمل على ترتيب السفر الراغبين بالعودة الى ارض الوطن برا الى محافظاتهم جاء ذلك في بيان اكدت فيه تكفل قطع الحج والعمرة بالوزارة بتقديم كافة خدمات النقل والسكن والاعاشة على نفقة الوزارة لحجاج بلادنا العالقين وعادة ترتيب اوضاعهم في الاراضي المقدسة نتيجة اخططاف الميليشيا لاربع طائرات مع طاقمها الملاحي ونددت الوزارة باستغلال ميليشيا الحوثي الارهابية لحجاج بلادنا كورقة ابتزاز ضاربة عرض الحائط بمعاناة العشرات من النساء والعجزة وكبار السن والمرضى ودون ان تراعي ادنى قيم الانسانية او اخلاق الاسلام او مرؤة العرب صحيا افادت مصادر طبية ان مناطق محافظة ابيا الوسطى شهدت خلال الاودات الاخيرة ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة بوباء الكوليرا وقال مدير مستشفى محنف الدكتور نبيل الكازمي ان الواقع في مديرية لودر استقبل في شهر يونيون منصر 1300 حالة اجتباه او اصابة بوباء الاسهال المائي الحاد منها 330 حالة اجتباه بالكوليرا واكد الكازمي انه تم اجراء الفحوصات الطبية لبعض الحالات والتي تبينت انها مصابة بوباء الكوليرا وان حالات الاصابة في تزايد مستمر من جميع مناطق الودر وموديا والوضيع وجميع قرى المنطقة الوسطى حسب المصدر اولاين واوضح ان المستشفى بحاجة ملحة للسوائل الوريدية وانشاء مخيم جديد لاستقبال حالات الاصابة كون القدرة الاستيعابية المستشفى لا تسمح باستقبال المزيد من حالات الاصابة بهذا الوباء حضرت وكالة الاغذية التابعة للامم المتحدة من ان اكثر من نصف الاسر في اليمن لا تأكل ما يكفي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وتوقف المساعدات الغذائية منذ اشهر لملايين الاشخاص في مناطق السيطرة ميليشيا الحوثي وذكر تحديث برنامج الاغذية العالمي ان الحرمان الشديد من الغذاء وصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق في الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وكان برنامج الاغذية العالمي قد اوقف مساعداته الغذائية الى الشمال في ديسمبر بسبب محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع ميليشيا الحوثي بشأن تقليص حجم البرنامج وضع البنك المركزي في عدن ميليشيا الحوثية الارهابية في مأزق لم يسبق لها ان وجدت نفسها فيه بعد ان حاصرها بعدة او بعدة تدابير جعلها ترفع صوتها بالصراخ مستنجدة باطراف اقليبية للضغط على الحكومة واجبارها للتراجع عن سياسة تجفيف المنابع دخلت ميليشيا الحوثي في دوامة من ردود الفعل المتهورة فيما يبدو ان قرارات واجراءات البنك المركزي بعدا ذات مفعول قويا ويدفع الميليشيا الى التخبط وتصعيد انتهاكاتها دون طائل اختطافات للمدنيين في عدة محافظات واختطافات لموظفي منظمات اممية وموظفي شركات القطاع الخاص والسطو على المنازل والعقارة والحسابات تعيش العصابة الحوثية اسمة حادة تتفاقم مخاوفها الداخلية من اجراءات متتالية لتجفيف مواردها وانهاء قدرتها على مواصلة استنزاف موارد البلاد تأتي اجراءات البنك المركزي الشرعي في عدن الهادفة لوضع حد للانقسام النقدي وتقييد الميليشيا عن مواصلة حربها الاقتصادية والعسكرية على الشعب اليمني لتضاعف جنون الميليشيا الحوثية التي اندفعت للسطو ومصادرة منزل محافظ البنك المركزي احمد غالب في صنعاء بعد ايام على مصادرتها الشركتين لانتاج الادوية بصنعاء وخوضها جملة من الانتهاكات لاخضاع موظفها وابتزازهم وترهيبهم جانب اكبر من هلع ميليشيا ايران يكمن بوجود مؤشرة اولية قد تدفع الى خسارة الميليشيا لواحد من مصادر تمويلاتها الخارجية وامدادها بالعملة الصعبة والمتصل بنشاط المنظمات الامامية في السنوات الماضية بلغ القلق ذروته لدى الميليشيا الحوثية ابان عزم الادارة الامريكية السابقة اتخاذ اجراءات صادمة ضد الميليشيا مع اتخاذ الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية دولية غير ان دوائر داخلية امريكية تمكن تأمن تثبيط اهم مفاعل القرار بالابقاء على نشاط شبكة النشاط الاغاثي الاممي وهي شبكة تدور في فلكها تمويلات اغاثية ضخمة معظمها تصوب في جيوب الميليشيا وتؤمن لها رافدا من العملة الصعبة ومن اندفاع الميليشيا لاختطاف موظفين لدى منظمات اممية مؤخرا الى مصادرة منزل احمد غالب تتخبط الميليشيا في دوامة من ردود الفعل بعد ان تضاءلت قدرتها على ان تكون السباقة في اتخاذ اجراءات عباثية مدمرة للبلاد تصب في خدمة الحوثي واسرته وبعض قيادات عصابته السلالية على حساب كافة فئات الشعب والمجتمع واقتصاده ومعيشته ومستقبل البلاد في اشان الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال اشتياحها البريل احياء واسعة في رفح وتوغل في حي الشجاعية بغزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وقال مراسون ان طيران الاحتلال قصف بسلسلة غارات بلدة القرارة شمال وجنوبية مدينة خان يونس وغربية مدينة رفح وتل اصل هوى جنوب غربية مدينة غزة ومحيط مسجد عبدالله عزام بحي الصبر جنوبي مدينة غزة الى جانب قصف منزل بمخيم النصيرات وسط القطع واكد وصول ثمانية شهداء وعدد من الاصابات الى مستشفى ناصر الطبي اثر سلسلة من الغارات شرقية رفح وخان يونس في حين شن الاحتلال قصفا مدفعيا وجويا في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات في الاراضي المحتلة تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال السيوني بمناطق عدة في الضفة الغربية في حين شنت تلك القوات مداهمات اعتقلت خلالها ثمانية عشر مواطنا على الاقل واكد مراسونا ان مقاومين اطلقوا الرصاص والقوا عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق في نابلس والخليل وجنين واستهدف المقاومون برجا للاحتلال بالمفرقعات النارية عند مدخل مخيم العروب في حين داهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحام منطقة وادي جحيش في بلدة السموع جنوبية الخليل بحسب مراسلنا واشار الى تفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقية نابلس كما اطلقوا مقاومون الرصاصة صوب قوات الاحتلال على الشارع الالتفافي لحظة انتسحابها من بلدة الزبابدة قرب جنين وبلدة سيلة الظهرة انتهت النشرة وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها مصر والعشرات من ميليش الحوثي بمواجهات مع القوات الحكومية في مأرب الاوقاف تعلن اعادة الحجاج اليمنيين العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة وشهداء وجرحا جراء غارات مكثفة للاحتلال شمال غزة وجنوبها ووسطها في الختام نشكركم على طيب المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة